من عنده نساك ردوسي كان الكامرون وشنو يبقى في الرحلة هذه للكامرون وكواليس ما بعد يوم أمس بين مصر والسينيغالة نيس على بيك مهربيك اسلام تحية ليك ولكل المستمعين بالفعل هانت وفيت كان بالنسبة للكامرون البرح كان اليوم الختامي والمباراة راقب سينة وحمسين وليأول مرة بتمع التطيج المنتخب الكامروني أو عفوا المنتخب السينيغالي بهذه الكأسة الأفريقية وبعض العب السيناء الثاني معناتها بركلة الجزائر منتخب السينيغالي نذكر السيناء هو المنتخب 15 اللي يتحصل على رقب كأسفريخي من تونس اللي يتحصل عليه 324 ونذكر جزائر أنه منتخب المصري أول مرة في تاريخه يخسر مباراة نيه أي بيراق إلات الجزائر الترجحية والمرة التاريخة في تاريخها كان ببعاة أنه مباراة نيه يتوفر بيراق إلات الترجح نذكر أنه أهداف البطولة الزارح كان فانسون أبو بكر لعب النصر السعود والمنتخب الكامروني اللي يجعل ببعاة إلى ملعب أولنبي رغم أنه منتخب ببعاة ما كانش موجود في الدور النهائي يتسجل ثمانية هداف أفضل اللاعب سيد نمانيه من السنجال أفضل حارس هو دوارد مندي وذكر مية بونت وتمركاو بمعادل واحد فاصل ستة تسعي هداف في البطولة المنتخب السنجالي اللي تقريبا كان أفضل منتخب في الدولة ذيا في الكافة الأفريقية المنتخب المصري لذلك قدم مباراة محترمة خاصة على المستوى الدفاعي لكن حسب القراءة الشخصية الدفاع فقط لنجم يوصل في الفينال لكن ما نجمش خليك تزل لقب كأس أفريقيا إجمالا المنتخب الوطني أنيس حبيت نعرف شنية الكواليس اللي كانت خاصة الفارح بعض النهائيشين ودود الأفعال الزون ميكس في الكونفيرونس دو بريس كيفاش كان تصرف الملعبية المصريين السنجال المنتخب المصري خنبدأوا به المنتخب المصري اللي بعد مصوية المباراة متبيعة غادر مباشرة حتى هم بعض الملعبية رفضوا أنهم يأخذوا بعض المزاليات وغادروا مباشرة إلى الحافل المنتخب خلاتنا عليهم نأخذوا بعض التصريحات رفضوا بالنسبة لكل الملعبية حتى اللي مخانفين اللي عملوا تصريحات كما الشناوي كما أبو جبل رغم أن أبو جبل كما قلنا بدخل في المباشر مع قناة الملكة لحقوقها بس اقتناع تام من المصريين حتى وزير الشباب ورياضة البرع بأنه المنتخب المصري عملي عليه بأنه ما كانش منتظر أن هذا كان بالنسبة للمنتخب المصري لكن مع أنت وقت اللي جاءت الظروف وثيات الحب هذا المنتخب المصري هذه هي الكأسة الأفريقية الغضب موجود لكن أقل حدة من أنك تخسر مباراة مثلا بسكور لأن المنتخب المصري وحسب البعض الجمهير يشكنا على مباراة الصحفيين خافوا من من سكور وقت لي لو تسجل لو تسجل المنتخب السنغالي مثلا ضربت الجنزاء في قايق لول خافوا من سيناريو هدايا بالنسبة للزملاء المصريين لكن تعرف الظروف ضد خدمة منتخب المصري كان محظوظ بأنه محظوظة وغير محظوظ ذا عكبار أنه إصابة الحارس في السنين وهي ثم بروز لأبو جبل اللي حكمه واحد من الجمالية المصريين قال لي في مصر وأبو جبل ما أنت يعتبر حارس عادي تعرضي لعديد الانتخادات مشوار في الفاتفة الأخيرة صحيح صحيح ما كانش معنطها هو دي جاء ما كانش أصلا شي جيل كثير رقيضية لولا معنطها بزود عسام الحضري ولولا تعرف أنت إسلام واحد تجيب حارس من الأهلي كما تعرف من الزمالك وتولي إشكال كما تعرف لا تحاول إراضيه بالنسبة ل الزمالية في مساء النقطة مهمة واحدة آخر الإسلام هو محمد صلاح النقطة محمد صلاح في أنه معنطها مرضود إذا كان نشوف الكاليبر في ليبركور مثلا الكاليبر عسد يوماني نشوف النتائج نشوف معنطها البرسفورمات عسد يوماني عسد يوماني بعيد بارشة مثلا على محمد صلاح يعني اللعب عسد يوماني أقرب معنطها أنه الدفاع أكثر منه لكنه قايد المنتخب بالنسبة المنتخب السنغالي الحقيقة معنطها نحن نحن حبثنا الأرضية الميدان نصدين بعض السور والفيديوهات معنطها فرحة كبيرة ياسر وخاصة الملعبية السابقين شفنا خليلوف باتيجاه شفنا حاجزيوف اللي هو موجود في الوفد المنتخب السنغالي يعني اعتمدوا اعتمدوا كما تقريبا لما احكينيها على المنتخب المصري في اليوم مثل اخرى لأنه استنجدوا باللعبية السابقين في في البعثة المنتخب السنغالي نفس الشيء تقريبا اعتمدوا اعتمدوا في البعثة وهدايا اكيد رأوا وعطا دفع سبير لنا اكيد واختش واختش الملوية ان شاء الله هنيس ان شاء الله احنا موجودين في مطار يواندي بش نغادروا الى مطار دوالة في رحلة الداخلية تقريبا من الساعة ونصف أو ساعة ثم غدوة ان شاء الله صباحة نسافروا الى القاهرة طم من القاهرة مائزة لك كان 2021 فاصل قصير بعد شوية مكاملين في حصرتنا في البلاي بيش نحكيو عالالأوليمبي البيجي وكذلك هيثم نعوي عيوني المندافع للمنتقل البورتورة المصرية بيش يكون معنا